معنا عبر الهاتف حول الموضوع من دبي المهندس سهيب الغازي الخبير في تقنية المعلومات مرحبا بك معنا مهندس سهيب السؤال الأهم اليوم الذي يخطر على بالي والأخطر هل من الممكن مع هذا تطور التكنولوجي والذكاء الصناعي أن تختفي المؤسسات الإعلامية؟ لا قدر الله مرحبا بك وبالمشاهدين أهلا بك بالبداية جوابا على سؤالك يبقى مهما وصلت التكنولوجيا يبقى التكنولوجيا بحاجة إلى الإنسان مهما زادت التكنولوجيا وزادت التعقيدات التكنولوجية وزادت الذكاء الاصطناعي أو ذكاء الذكاء الاصطناعي يبقى هي بحاجة إلى الإنسان حتى يتأكد من الأخبار سواء كانت أنت يتكلم عن الأخبار لتأكد من الأخبار أو حتى يتأكد من أداء عمل الكمبيوترات هل هي تأدي عملها بطريقة صحيحة أم تعمل بطاقة خاطئة طيب وفق ما تشهده من وتلاحقه طبعا أنت مختص في هذا المجال من تطور في وسائل النقل نقل المعلومة أو التواصل يعني خلال الخمس سنوات السابقة كان هناك قفزات وما زالت هذه القفزات يعني بحيث أننا لا نستطيع أن نواقبها بشكل متلاحق لوسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل إيصال المعلومة هل من الممكن أن تبقى هذه القفزات بالتطور وإلى أين يمكن أن تصل؟ نعم الجميل في الموضوع بأنه فعلا خلال الثلاث سنوات الماضية صارت في تغييرات هائلة من ناحية حتى طريقة أو حتى كتابة التقارير يعني خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية كانت في بعض التقارير التي صادرة من مواقع خصوصا المواقع الرياضية وحتكلم بعد شوي مواقع رياضية بعض التقارير الصادرة من مواقع رياضية أجزاء أو فقرات من هذه التقارير هي مكتوبة بشكل كامل عن طريق ذكاء الصناعي أو روبوت آلي، ذكاء الصناعي أو كمبيوتر فبالفعل هناك قفزات وحسب ما يتوقعون الخبراء أنه خلال السنتين أو ثلاث سنوات القادمة يبدأ طريقة إيصال المعلومة للمشاهد تصير مختلفة إحنا طبعا ما دعنا نتكلم على أنه هل تنتقل من تلفزيون إلى يوتيوب أو إلى فيسبوك لا دعنا نتكلم على طريقة إيصال المستخدم ستكون مثلا ألهي عن طريق مثلا حتى النقل المباشر يعني صهيب قبل عام من الآن لم يكن متوفرا على كل منصات التواصل الاجتماعي اليوم هو متاح للجميع لنقل الصورة بشكل مباشر وحي نعم، بل أكثر من ذلك أن تكون المعلومة في السنوات القادمة ستكون المعلومة يعني يكون فيه هناك مثل جهازك الشخصي سواء نقال سواء كمبيوتر يتوقع أنت إيش اللي تغبين من سماع معلومات ويأتيك مثلا مقدمة صباحية أول ما تصحى من النوم ويقول لك هاي الأخبار اللي أنت تحبها جزء من هذا الأمر موجود حاليا أنه يتوقع ويقرأ الأخبار كلها لجهازك الموبايل ومن ثم يعطيك ملخصها أو ملخصها من ناحية اللي أنت تغرب فيها كيف ينظر إلى طريقة تعاملك مع الأخبار ويرى أنك مثلا تهتم بالأخبار الرياضية أكثر من الأخبار السياسية أو بالأخبار الرياضية الخاصة بالمنتخب الكلاني أكثر من المنتخب الثاني هذه من جهة ومن جهة أخرى بأنه يعني ممكن المحتوى أو حتى مثلا لما أنت الآن تعدون بعض التقارير التقرير بحد ذاتها أو مصادر التقرير أثناء كتابتها أثناء ما أنت تكتب التقرير ممكن الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي ممكن ينبهك على أنه في جزء من هذا التقرير مفقود أو في مصدر من هذا التقرير مفقود ممكن أنت ما تقدر تحصله في الوقت الذي ممكن الذكاء الاصطناعي يحصله يبحث في كل الأخبار ويبحث في كل المصادر ويقولك في مصادر هنا وممكن يشكر بأنه هذا مثلا خبر محقيقي أو هذا خبر ليس له أصل شكرا جزيلا مهندس صهيب الغازي الخبير في تقنية المعلومات متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من دبي